أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بأكثر من 3000 كرتونة مواد غزائية وطنين من اللحوم و3000 من الأغطية بجانب 1000 من قطع الملابس وذلك لتوزيعها على أهالي محافظة مطروح بعد موجة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة هذا وأعلنت كيانات التحالف عن تضامنها الكامل مع أهالي مطروح المتضررين من موجة الأمطار والسيول مؤكدين على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف حدة الموجة يأتي هذا تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتماشيا مع جهود التحالف الوطني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية والوقوف بجانبهم في أوقات الأزمات